السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال موضوعنا اليوم سيكون مختصر قليلا وسيكون أيضا من الموضوعات المهمة التي نطرحها عبر هذه القناة موضوعنا اليوم إخوتي الأحبة هو إشارة المسدس التركي وهو من الإشارات العسكرية التركية الدالة على كنوز دائما فأينما وجدت هذه الإشارة فهي مرتبطة بوجود كنوز أو مستودعات أسلحة أو مقتنيات ثمينة تتجه إشارة المسدس في أغلب حالاتها إلى اتجاه الجنوب أو الشرق أو القبلة وعادة تكون موجودة على صخرة مشرفة في قمة جبل أو صخرة في السفح قريبة جدا من قمة الجبل تتجه هذه الإشارة إلى منطقة معسكر تركي يبعد مسافة تراوح بين 250 متر إلى 350 متر وهذا المعسكر يحتوي على مقتنيات ثمينة تخص الجيش العثماني أو القادة العثمانيين إشارة المسدس التركي عادة كإشارة البندقية التركية يرتبط بها هدفان إثنان على الأكثر هدف قريب وهدف بعيد وكلاهما ثمين إلا أن الهدف البعيد الموجود في المعسكر أثمن بكثير طبعا ليس هذا هو الشكل الوحيد أو النوع الوحيد من إشارة المسدسات التركية فهناك أشكال أخرى واحد أو اثنان ولكن هذا النوع بالذات وهو موضوعنا فقط اليوم تكون مواصفاته كما هو مبين معنا في الصور المرفقة أمامكم ولا يأتي صغيرا مثل أن يكون طوله 20 سنتيمتر أو 15 سنتيمتر فهذه قياساته الحقيقية على أرض الواقع ويأتي كإشارة بنفس هذه القياسات أي 35 سانتي في 15 سانتي وكان هذا النوع يحمله القادة العسكريون الكبار ولا يكون في متناول عهدة الضباط الصغار أو الجنود ولذلك هو إشارة ثمينة جدا لا يفوتني أن أضيف ملحوظة أخرى غاية في الأهمية وهي أن هذا النوع من الإشارات العثمانية يأتي على صخرة ثابتة وممتدة قد تكون صخرة صناعية أو طبيعية ولكنها ثابتة ولا يمكن تحريكها كما أنها إشارة لا تأتي على صخرة منفصلة وضخمة أبدا حتى ولو كانت الصخرة بحجم هائل وكذلك لا يمكن أن تتواجد هذه الإشارة مع إشارات أخرى فهي ملكة الإشارات العثمانية فتكون متفردة في الموقع كله وحتى أن صخرتها تكون مميزة جدا وملفتة للنظر ولا مثيل لها في الموقع هدف إشارة المسدس قد يكون ذهب بكميات كبيرة وقد يكون مستودع أسلحة كبير وقد يكون وثائق عسكرية وجغرافية وتاريخية ثمينة جدا للقوات العثمانية في نهاية هذا اللقاء المتواضع لا تنسوني من صادق دعائكم بظهر الغير